موسيقى موسيقى ايضا تحت اشراف برئاس الدكتور مجدي صابر رئيس دار الابرا المصرية الدورة السنة دي مهدى لروح الفنانة القاديرة شدية والحقيقة انه من خلال فعاليات المهرجان ومن خلال الحفلات اللي اقيمت كان فيه عدد كبير من المطربين وحرسين تماما هما يأغنوا مجموعة من اجمل اغاني الفنانة القاديرة شدية وايضا السنة دي تم تكريم مجموعة كبيرة من نجوم الموسيقى المصرية زي تم تكريم الموسيقى الراحل ميشيل المصري وعازف الكمان سعد محمد حسن وايضا موسيقى حلمي امين صلاحة الرام الفنان سمير الاسكندراني لطيفة وعازف الاقاع سعيد الارتست وغيرهم من الفنانين والنهاردة في حفل الختام هتشدوا مجدى بمجموعة من اجمل اغانية هتقدم 15 اغنية منهم اربع اغاني بديدة وطبعا هيتم تكريمها ايضا من خلال حفل الختام حفل الختام هيكون مزاعي النهارده على الهواء من خلال شاشات التلفزيون المصري وهنتابع حفل الختام وواحدة من اجمل الحفلات اللي هتقام هي حفل الختام لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية النهاردة هيكون معانا في اولى فقراتنا دكتور زين نصار اتازن نقد الموسيقي باكاديمية الفنون وهيكون معانا ايضا دكتور اشرف عبد الرحمن اتازن نقد الفني باكاديمية الفنون ونعرف منهم تفاصيل اكتر عن أهمية مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أما الفقرة التانية فهتكون فقرة رياضية وهنلتقي مع مجموعة من أبطال بطولات السرعة واشتركوا في إحدى البطولات وقدروا أن يحققوا مراكز كبيرة جدا ويحصلوا على ميداليات فدية وأيضا ذهبية هنطلع للفاصل ونرجع على طول نواصل لقاءنا مع حضراتكم ومصر عالم الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور مونير وليام لبيب كبير أطباء جراحة التجميل استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاق بالليزر استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة عالم الجمال اشتركوا في القناة